الأسواق الأوروبية أغلقت تداولاتها المالية هذا الأربعاء على ارتفاع بسيط بعدما قرر دائنو اليونان الاجتماع الاثنين المقبل ما يعد مؤشرا على احتمال ضخ حزمة إنقاذ جديدة إلى اليونان برصة لندن سجلت ارتفاع بمعدل خمس نقاط مؤشر برصة فرانكفورت أغلق على ارتفاع بمعدل تسع عشرة نقطة أما برصة باريس فسجلت تقدما بمعدل ستين نقطة اليورو سجل ارتفاعا بسيطا أمام الدولار وهو ما زال يعادل دولارا واحدا وثمانية وعشرين سنتا أما سعر برميل نفط البرين فما زال يرتفع وقد بلغ عند الاغلاق مئة وعشرة دولارات وواحدا وأربعين سنتا